العزراء بشوف ان برج العزراء عندهم سنة الفرص عندهم الفرص متاحة جدا اولا اورانوس في منزل الحز احنا قلنا ان هما الاكثر حزا العزراء والتور فالعزراء عندهم حز في السفر عندهم فرص غير متوقعة اورانوس بيديهم ده كوكب المفاجآت فحيتبقى مفاجآت حلوة ان شاء الله ففرص غير متوقعة كمان الكواكب المجتمعة في المنزل الخامس بتديهم خبرات اكتر بتديهم كمان قدرة ان هم يستفيدوا من كل الخبرات اللي مروا بيها يعني دي سنة بيعرفوا يستفيدوا من كل حاجة تعلموها وعندهم تخطيط حلوة للمستقبل وخطط مربحة يعني يعرفوا يكسبوا فلوس ويستثمروا كواس مواهبهم قدرة التفاوض فسنة هيلة بالنسبة للعزراء والحب الحب بالنسبة لهم سنة فيها بنا على اساس راسخ يعني يعرفوا يبنوا علاقتهم بالطرف الآخر على اسس قوية ده لو فيه بينهم توافق اما لو ما فيهش بينهم توافق فممكن تكون السنة فيها مشاكل بسبب مواجهة نبت يعني ده يتوقف على فيه توافق او لا اه فهمت اوكي تمام الناس اللي مش مرتبطة بشوف انه عندهم رغبة في الحب بس الوقت اللي حيكون افضل للدخول في ارتباط او في حب حقيقي حيكون من اول تسعة ممكن يبدأ من بعد من اول سبعة اغسطس يكون فيه علاقة صداقة تتحول بعد كده الحب بس تكون اقوى من اول تسعة تمام شكرا